لماذا نزل القرآن باللغة العربية تحديدا مع لالم هناك أربعة آلاف لغة طيب الأنبياء هل كلهم تحدثوا باللغة العربية وجاء القرآن فنقل أقوالهم حرفيا أم أنهم تحدثوا بلغات أخرى غير العربية ولكن القرآن ترجم هذه الأقوال ولماذا لم ينزل القرآن بعدة لغات مثلا بحيث أنه ينقل لنا كلام سيدنا يوسف مثلا في سورة يوسف ينقله باللغة التي تحدث بها يوسف وكلام فرعون ينقله باللغة التي تحدث بها فرعون يعني هنا عندما الله تعالى يقول مثلا وقال فرعون أو مثلا وقال فلان إذ قال فلان طيب لماذا لا يعرض قوله حرفيا باللغة التي تحدث بها طيب السؤال الثاني هل ما يقوله القرآن مثلا في قول بعض الأقوام أو الأنبياء هو حرفيا ما قالوه أم هو اختصار أم هناك تعديل أم ماذا يعني هذه القضية الحقيقة أنا وردتني عدة أسئلة حولها أحببت اليوم أن أوضح لكم لماذا نزل القرآن باللغة العربية ولماذا ترجم كلام الأنبياء باللغة العربية ولماذا عبر عن كل هذه الأقوال باللغة العربية أول شيء أيها الأحبام مما لا شك فيه أن الله يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم فكما أن هناك اختلاف في الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأصفر إلى آخره أيضا هناك اختلاف باللسان فهناك لغة آرامية ولغة مثلا عبرية واللغة اليونانية واللغة الهندية واللغة الصينية بالإضافة للغة العربية طيب لماذا اختار الله اللغة العربية وهذه مشكلة تحدث لدى الملحدين يقول لك هناك لغات كثيرة يعني ما الذي يجعل اللغة العربية مميزة سأقول لكم أيها الحبوة وسنأتي بأمثلة نثبت أنه لا توجد لغة على وجه الأرض تستطيع أن توصل لك المعنى الدقيق مثل اللغة العربية لا توجد لغة تستطيع أن تنقل بها المشاعر بشكل دقيق مثل اللغة العربية لا توجد لغة تستطيع أن تعطي أكبر كمية من المعلومات بأقل عددنا الكلمات مثل اللغة العربية أبدا سنثبت ذلك الآن أيها الأحبة ولكن الأنبياء تحدثوا بلغات مختلفة الله أعلم بها وهذا ليس موضوع يعني مثلا سيدنا إبراهيم قد يكون تحدث باللغة العربية أو غيرها سيدنا موسى كذلك سيدنا يوسف كذلك نحن لا نريد أن نهتم أو نشغل أنفسنا ما هي نوع اللغة وما هي الحروف التي استخدمها لا أنا الذي يهمني لماذا نقل لنا القرآن أقوالهم باللغة العربية أول أول شيء أيها الأحبة اللغة العربية تتميز بتركيبة خاصة بها لا توجد في أي لغة أخرى هذه التركيبة أو هذه البنية تستطيع أن تقرأ الكلمة الواحدة بعدة قراءات بعدة أوجه وهذه الميزة تنفرد بها اللغة العربية نحن في اللغة الإنجليزية الفرنسية اللغات الأوروبية اللغات الصينية والهندية واليابانية وكذا كل لغات العالم الكلمة تقرأ بوجه واحد إلا في اللغة العربية تستطيع أن تقرأها بعدة أوجه هي هي ذاتها يعني لذلك أضاف العلماء فيما بعد موضوع التشكيل الضمة والفتحة وهذه لم تكن موجودة في القرآن يعني مثلا في القرآن العظيم يتحدث عن إدخال الجنة أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أولئك يدخلون يدخلون بأنفسهم في قراءة أخرى الكلمة ذاتها ولكن فقط مع اختلاف التشكيل الذي فوق الياء أولئك يدخلون تكريما لهم فعل مبني للمجهول يعني الله هو الذي يدخلهم إذن يدخلون يدخلون كلمة واحدة أعطتنا قدمت لنا معنيين المعنى الأول أنك يوم القيامة ستدخل الجنة بكامل حريتك وكامل يعني إرادتك وأنت فرح تدخل والمعنى الآخر يدخلون تكريما لهم الله يدخلهم وكأن هناك من يدخلك الجنة يعني يساعدك أو يدفعك لدخول الجنة تكريما لك راحة لك يدخلون ويدخلون ولو تأملنا القرآن نجد آلاف الكلمات هكذا يعني مثلا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وفي قراءة تغفر لكم خطاياكم إذن هنا يعني هذه هذه التركيبة الفريدة لا توجد إلا في القرآن الكريم مثلا في سورة الفاتحة ملك يوم الدين في قراءة وفي قراءة أخرى مالك يوم الدين معلنا الكلمة ذاتها مكتوبة ميم لام كاف بالرسم العثماني في كل المصاحف ميم لام كاف ولكن أضافوا هذه الألف الخنجرية لسهولة القراءة وإلا هي مكتوبة ميم لام كاف بالرسم الأول مخطوطات القديمة فهنا أعطاك معنيين الكلمة واحدة أعطتك معنيين أن الله مالك يوم الدين فهو مالك متحكم مسيطر وهو الملك ملك يوم الدين فهو ملك يعني معنيين المالك هو الصاحب ولكن قد الملك قد يختل يعني نحن في في تعاملاتنا اليومية مالك البيت مالك البيت هو صاحب البيت ولكن الملك هو الذي يعني يحكم ويسيطر و يعني قد يكون ملك يعني أعم من مالك المالك قد يملك شيء قد يملك مثلا عقار ولكن الملك لاحظتم أيها الأحبة أنا أتصور أنه أن هنا من الصعب أن نشرح كل شيء ولكن الكلمة واحدة أعطتنا معاني متعددة ملك ومالك يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ عن المنافقين هذا الكلام وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ في قراءة أخرى وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فكذلك هنا أعطتك يخدع 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 مرة يخدع كثير الخدع فيها نوع من المبالغة من المخدعة فإذن هذه الميزة لو أردنا أن نتعمق فيها نجد كما قلت لكم آلاف الكلمات وتقرأ بأوجه متعددة هناك عشر قراءات وربما أكثر وهناك طرق لهذه القراءات وهناك يعني روايات وطرق وكذا بحيث أنك تجد آلاف الاحتمالات هذه الميزة لا يمكن أن تقدمها لك إلا لغة واحدة هي اللغة العربية فقط شيء الثاني الحالات الإعرابية الموجودة في اللغة العربية أيها الأحبة تجعلها اللغة الوحيدة التي تستطيع من خلالها أن تقدم في كلمة واحدة الكثير من المعاني مثلا امرأة العزيز عندما جمعت النسوة وقطعنا أيديهن لما رأينا سيدنا يوسف من شدة جماله وقالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فماذا ردت عليهم قالت فذالكن الذي لمتنن فيه فذالكن انظر إلى هذه الكلمة فقط فذالكن كيف تترجمها سأقول لك كيف تترجم يجب أن تعربها أولا حتى تستطيع ترجمتها فذالكن الفاء هنا الفاء لها حالة إعرابية تعتبر كلمة مستقلة الفاء ممكن أن تستخدم للتعقيب بمعنى مثلا أو للعطف لأن القصة يعني أنها جمعت هؤلاء النسوة ثم بعد أن قطعنا فقالت لهم ماذا قال فذالكن تعقيب هنا هذه حالة إعرابية الفاء تحتاج إلى كلمة لنترجمها لنعبر عن حرف الفاء والذال هنا اسم إشارة الذال الذال فقط واللام طبعا للبعد للبعد مثلا نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لبعد منزلته لدينا هذا أو ذا وذاك وذلك للبعد طيب الكاف للخطاب ذالي كو الكاف للخطاب يعني تخاطب النسوة النون هنا نون النسوة انظر الكلمة تتألف من خمسة أحرف في القرآن ف ذ لي كن خمسة أحرف كل حرف لنترجمه نحتاج إلى كلمة الفاء نحتاج إلى كلمة كلمة تناسب معنى التعقيب على الكلام السابق الذال هنا اسم إشارة طبعا يختلف من لغة لأخرى ولكن أنا أحتاج إلى اسم إشارة واللام فذالي اللام أحتاج لاسم إشارة ومعه وسيلة تناسب البعد والكاف الخطاب أحتاج إلى ضمير خطاب هنا والنون أحتاج إلى ضمير آخر أيضا لأعبر عن نسوة يعني في اللغة الإنجليزية كيف تعبر يجب أن تقول مثلا ومن نساء يعني يجب أن تأتي بكلمة لا يوجد في اللغة الإنجليزية حرف مثل نون نسوة غير موجود ولا يوجد كاف خطاب أصلا في اللغة الإنجليزية ولا يوجد لا يوجد حرف بمفرده يعطيك معنى أبدا ولا في أي لغة إذن أخي الحبيب هنا بكلمة واحدة نقل لنا القرآن خمسة معاني في كلمة واحدة طيب هذا وين موجود بأي لغة غير موجود بأي لغة للأسف فقط لغة العربية مثلا من الكلمات اللطيفة جدا تحدث القرآن عن إنزال الماء من السماء ثم قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين انظر معي إلى هذه الكلمة فأسقيناكموه تمام وما أنتم له بخازنين الفاء هنا أيضا يمكن أن نحتاج إلى حرف عطفة مكانها في لغة أخرى أو وسيلة لنعقب على الكلام السابق فأسقيناكموه أو ممكن تكون فاء السببية أو نحتاج إلى كلمة بدلا من هذا الحرف الفاء هنا إذن هي حالة عربية أسقينا أسقينا هو فعل فعل ماضي نحتاج إلى فعل أسقى ناهنا ناهنا أسقينا نحن ناهنا الجماعة للتعظيم أسقينا أحتاج إلى كلمة هنا تعبر عن هذا المعنى والكاف هنا للخطاب أيضا نحتاج إلى كلمة لتعبر عن كاف الخطاب هذه والميم للجماعة أو الجماعة للجماعة أسقيناكم مو والواو للجماعة أيضا والها مفعول به ثاني نحتاج إلى مفعول به ثاني بدلا من الها يعني أنظر نحتاج على الأقل إلى سبع كلمات في أي لغة كانت بدلا من كلمة واحدة لذلك هنا أخي الحبيب يعني عندما نتأمل هذه الأمثلة نجد أن القرآن هنا يختصر المعلومات عفوا يختصر الكلمات ويعطينا غزارة في المعلومات فعندما يتحدث أي نبي من أنبياء الله يمكن أن يتحدث مئة كلمة مثلا في الواقع يعني بلغته التي تحدث بها القرآن يأتينا بأربع خمس كلمات يلخص هذه المئة كلمة اللغة الوحيدة التي تصلح لهذه المهمة هي اللغة العربية لذلك اختار الله اللغة العربية وبالتالي هذا رد قوي جدا على الملحدين الذين يعترضون على أن الله اختار اللغة العربية لماذا اختار اللغة العربية لماذا لم يختار اللغة الإنجليزية مثلا يعني من الأمثلة الجميلة هناك كلمة أيضا في القرآن أنلزمكموها هذه الكلمة وردت على لسان سيدنا نوح طبعا نحن لا نعلم نوح عليه السلام هل تحدث باللغة العربية أم غيرها ولكن مهما كانت اللغة التي تحدث بها الحقيقة اللغة العربية قادرة على نقل أكبر عدد من المعاني بأقل عدد من الأحرف والكلمات ماذا قال نوح لقومه تأملوا مع أيها الأحبة قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون انظر معي أيها الأحبة إلى هذه الكلمة أنلزمكموها كم نحتاج إلى كلمات في أي لغة كانت الألف هنا للاستفهام الألف للاستفهام أنا أحتاج لأحتاج لأترجم هذه الكلمة إلى كلمة لأعبر عن الاستفهام أحتاج إلى أداة استفهام ونلزم هنا فعل مضارع أحتاج إلى فعل وأنلزمكو الكاف هنا مفعول به أول يعني هي أيضا للخطاب أحتاج إلى مفعول به أول هو مثلا أنتم مثلا يعني في اللغة التي أريد أن أترجم لها أنلزمكموها الميم هنا أيضا للجماعة والواو للجماعة أيضا أحتاج إلى كلمتين الهاء هنا أيضا أنلزمكموها أيضا مفعول به الثاني الهاء والألف طبعا هنا أيضا للإطلاق يعني هنا أحتاج أيها الأحبة أيضا على الأقل إلى سبع كلمات لأترجم كلمة واحدة فقط قالها سيدنا نوح طيب أي لغة تستطيع أن تعطيني كلمة واحدة لتعبر عن سبع كلمات ثم إن لغة القرآن تستطيع أن تنقل المشاعر تستطيع أن تنقل مشاعر مشاعر الخوف مشاعر الفرح مشاعر الحزن مثلا مشاعر الأسى مشاعر الصبر تستطيع أن تنقل المشاعر أيضا عبر هذه التركيبة اللغوية الرائعة يعني البلاغة التي نجدها في القرآن الكريم في اللغة العربية غير موجودة في أي لغة أخرى لذلك نجد كل الترجمات كل الناس الذين حاولوا أن يترجموا القرآن للغة الإنجليزية لم يعطوا إلا ذر من معاني القرآن الكريم لماذا؟ لأن اللغة لا تساعدهم يعني مثلا خذ أي آية أخي الحبيب تخطر على بالك أي آية في القرآن يعني مثلا الرحمن الرحيم يعني في كل لغات العالم كيف تترجم يعني الرحيم ممكن أن تترجمها مثلا ولكن الرحمن كيف تترجمها لا أحد يعلم كلمة جديدة كليا طيب الحمد لله لدينا في اللغة العربية هناك الحمد وهناك الشكر وهناك السناء وهناك عشرات الكلمات طيب كلمة الحمد بالذات أين أجد كلمة؟ يعني هل هي شكرا هل هي thank you مثلا لا ليست الشكر لأن الشكر مختلف تماما عن الحمد الشكر في اللغة العربية له استخدام آخر يختلف عن الحمد فالحمد أعم وأوسع ومستمر أكثر وأشمل طيب أين أجد كلمة تناسب هذه لذلك نجد مترجمي القرآن يستخدم أحيانا الشرح كثيرا يقول لك هذه الكلمة يشرحها بعشر كلمات حتى يحاول أن يقرب لك المعنى وبالتالي خذ أي آية سبحان الله في القرآن يعني خذ أي قصة من قصة الأنبياء يعني مثلا قصة سيدنا يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه طيب هذه التركيبة يستحيل ترجمتها لأي لغة ولكن يمكن أن تعطي المعنى القريب معنى قريب ولكن لن تعطي المعنى الدقيق مهما حاولت طيب كلمة راودة ما معنىها راودته هل هي أغرته؟ لا هل هي مثلا أجبرته؟ لا هل هي لعبت بدماغه؟ لا هل يعني أنت لا تستطيع أن تفهم يعني المعنى الدقيق ولكن نحن في أعماقنا نفهم وراودته وراودته التي هو في بيتها لأن الأبناء أيضا أبناء سيدنا يعقوب راودوا أباهم راودوه عن نفسه أيضا طيب هنا لا يوجد إغراء ولا يوجد إذن هي كلمة تعطيك معنى التحايل نوعا ما ولكن أيضا لا تعني التحايل فهذه الكلمة لا تجد لها مثيلا في أي لغة أخرى وبخاصة هذه التركيبة راودته عن نفسه ثم قال لك التي هو في بيتها طيب أنت إذا أردت أن تترجم تقول إن زليخة زوجة العزيز حاولت أن تغري سيدنا يوسف وتعتدي عليه مثلا أو تجبره على ارتكاب الفحشة ولكن هذه التركيبة هنا فيها نوع من الإثارة كلمة إغراء فيها إثارة اسم المرأة إذا ذكر ربما يثير لدى البعض لأن الإنسان قد يثار باسم معين يثير في داخله ذكريات معينة طيب كيف تترجم أو كيف تعبر عن هذا الوضع الذي يصف السيطرة هو في بيتها يصف سيطرتها عليه بيتها هي وهو في بيتها يعني هو خادم أو هو كما ينظرون له أنه عبد اشتروه وشاروه بثمن بخص أصبح ملكا لهم فهنا القرآن ينقل لك ضعف سيدنا يوسف في هذا الموقف وينقل لك سيطرتها عليه وتملكها وكأن زوجها لا قيمة له بيتها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هذه التركيبة أخي الحبيب كيف ستترجمها طبعا الذي حدث في الواقع في زمن سيدنا يوسف أن هذه المرأة تلفظت ربما بعشرات الكلمات مع سيدنا يوسف وجلست تتكلم معه ربما ساعات طويلة ولكن القرآن اختصر كل هذا الحديث بهذه الجملة وهي جزء من آية ليست آية كاملة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وفي قراءة هئت لك تهيأت لك يعني وانظر إلى كلمة غلقت من أين سنأتي بلغة تعطيك يعني في اللغة الإنجليزية close أغلق مثلا ولكن غلق ما معنى غلق ستحتاج إلى كلمات إضافية غلقت لينقل لك إحساس المبالغة والحرص لديها على ألا يراهما أحد وليعطيك إحساس التمكن منه غلقت مثل تغليق أبواب السجن مثلا على إنسان وقوتها وسيطرتها يعني مسيطرة تماما عليه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وهنا طبعا على الفور القرآن يعطيك رد الفعل الفطر والمفاجئ والتلقاء لسيدنا يوسف قال معاذ الله يصور لك الحالة النفسية التي يعيشها هذا النبي الكريم ثم يقول إنه ربي أحسن مثوي ذكرها بزوجها يعني هذا الرجل الذي وضعك في هذا المكان لماذا تحاولين أن تخونيه مع إنسان ضعيف هنا في البيت ذكرها إنه ربي أي سيدي يعني في ذلك الوقت أحسن مثواي المثوى الإقامة أحسن مثواي يعني لم يقل لها أحسن مثواك أو أكرمك لا قال أحسن مثواي يعني إذا كان هذا السيد أحسن وأكرم إقامة إنسان يملكه فكيف بمن تملك البيت إذن هذا السيد لديه أفضال كثيرة جدا مع امرأته امرأة العزيز فكيف يعني لا يتصور رجل كهذا أن يخان أو يعني تمارس زوجته الفاحشة مع أحد آخر يجب أن تحفظه وتحفظه في غيابه إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون طيب هذه المشاعر أخي الحبيب أين اللغة التي أستطيع بها أنا نقل هذه المشاعر هذه العواطف لا يوجد في اللغات يعني من يعرف اللغات الإنجليزية والفرنسية وحتى العبرية والآرامية واللغات هذه القديمة والحديثة لا يوجد وسيلة لنقل هذه العواطف والمشاعر والأحاسيس والحالة النفسية التي يشعر بها إلا لغة واحدة هي اللغة العربية وهنا يعني أنا أستطيع أن أقول وألخص طبعا هذا اللقاء أحبتي في الله نحن ابتعدنا كثيرا عن اللغة العربية فأصبح من السهل خدعنا وأصبح من السهل لأي ملحد أن يأتي ويقول هذه اللغة غير مفهومة ولغة كذا وأين الإعجاز وأين البلاغة وأين وأين وهو طبعا لا يعلم شيئا من أسرار اللغة ونسي أن أرباب اللغة الكبار لم يستطيعوا أن ينتقدوا القرآن كل الذين انتقدوا لغة القرآن هم من الفاشلين في اللغة أصلا هو يتحدث باللغة العامية ليس لديه قدرة أن يتحدث باللغة الفصحة أو اللغة العربية وينتقد لا يتحدث باللغة العامية ثم يقول لك هناك من جاء ببلاغ أكثر من القرآن مثل أبو الطيب المتنبي وكذا والشعراء وإلى آخره وطبعا هذا الكلام حتى المتنبل لا يستطيع أن يقوله لأنه يعلم أن مستواه اللغة أقل بكثير من القرآن وبالتالي أيها الأحبة القرآن نزل بلغة مناسبة لنقل ما دار من أحداث في قصص الأنبياء مثلا والقرآن يقدم لنا أكبر كمية من المعلومات بأقل عدد من الكلمات أو الحروف بالإضافة هناك شيء آخر أن أعداد الحروف في القرآن محسوبة يعني هذا إعجاز ثاني يضاف للبلاغ وهو الإعجاز الرقمي أن أعداد هذه الكلمات والحروف محسوبة تماما يعني أختم بمثال بسيط القرآن يعبر عن الجنة بآية هي أطول آية تتألف من كلمة واحدة ما هي أطول آية في القرآن تتألف من كلمة واحدة هي في سورة الرحمن مدهامتان هي كلمة ولكنها طويلة يعني مدهامتان لا يوجد غيرها في القرآن هناك آية الرحمن ستة أحرف مثلا ألف لام ميم آية ثلاثة أحرف كافها يعين صاد آية خمسة أحرف ولكن الآية الوحيدة التي تتألف من ثمانية أحرف هي مدهامتان لتصف لنا الجنتين وكلمة مدهامتان يعني شديدتا الخضرة يعني الإخضرار الجنة وكمية اللون الأخضر في الجنة كبير جدا لدرجة أنهما مدهامتان يعني هذه كلمة رائعة جدا لوصف هاتين الجنتين الجنة لها ثمانية أبواب ركب الله هذه الآية من ثمانية أحرف مدهامتان ثمانية أحرف بعدد أبواب الجنة ولكن هنا الحديث عن جنتين الثمانية والثمانية لذلك هذه الآية وضعت في سورة الرحمن برقم كم افتحوا المصحف ستجد أن رقم هذه الآية هو الثمانية ضرب ثمانية لأنها تتحدث عن جنتان جنتان مدهامتان مدهامتان رقمها أربعة وستين ثمانية في ثمانية وعدد حروفها الثمانية وعدد أبواب الجنة يعني أنت أمام أخي الحبيب عندما تتعمق في النص القرآني تجد أولا تركيبة البلاغية الرائعة وتجد هذه التركيبة تخزن المشاعر النفسية العميقة موجودة بالإضافة لأن اللغة هذه تختصر الكثير من الكلمات في عدد قلمة الأحرف بالإضافة أن أعداد هذه الأحرف محسوبة أيضا ومناسبة للمعنى الذي تتحدث عنه مدهامتان كلمة تصف الجنة فألفها الله كتبها ركبها من ثمانية أحرف بعدد أبواب الجنة وبما أنها تتحدث عن جنتان وضعها تحت الرقم رقمها أربعة وستين يعني الثمانية ضرب ثمانية ثمانية مربع جنتان ثمانية ضرب ثمانية وهكذا يعني لو أردنا أن نتأمل هذه الشبكة الإعجازية لا نكاد ننتهي والله أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته